لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعل جرس التنبيهات صح الصح الصح صح صح مارتنا مالخير مية الصباح كيفك ميزون تمام نشكر مائمة اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا بكل انضمولنا هلأ لمتابعة فقرة الابراج رقمنا هو 065 69099 وايضا تقدروا تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا على فيسبوك عمان تي في اوفيشل وهينا معاكم احنا لايف على صفحة عمان تي في اوفيشل ورح نبدأ مع أول كومنت في عنا مجدي ميسون أو سوري ميرا بدأتعرف عن القوس القوس وبدأي أذكر أنه الأحد الجاي رح ننزل على الاقتران التاريخي والأحد اللي بعده رح نكون بدورة فلكية جديدة لشهر 12 آخر شهر و15-12 نبلش نحكي عن 2020 تمام ممتاز القوس الفترة الأولى اللي هي الثلاث أسابيع ما كانت سهلة من بدايتها كان يتخللها أمور طارئة جديد من نوعها ووصينا أنه ابتعد عن التوتر وعن العصبية تشعر بعدم الاستقرار ما تتردد بطلب المساعدة من ذوي الشأن خذ استراحة وابتعد عن الأجواء المشحونة والناس السلبيين منتصف الشهر تستعيد نشاطك وتقرر الرجوع بقوة فانتبه لخطواتك احذر التجديد والجديد بالعمل بالمهنة بحياتك الخاصة والعامة كشراء بيت كامتقال من بيت لبيت أو امتقال من شغل لشغل وما تحلل الأمور بشكل عشوائي بدون معطيات العشرة يام الأخيرة تنكشف كل الأمور وتكون باستطاعتك أنك تبدأ من جديد تكتشف بعض المؤامرات وتعيش فترة حساسة ولكن تتجاوزها بسهولة والعاطفة الفترة الأولى هي الأفضل مروة بدى ريسات صباحك حبيبتي شكرا لإلك بدأتعرف عن الجوزاء الجوزاء الفترة في اتصالنا لبعد الجوزاء بناخذ اتصالك أنا لأنه بدي فيسبوك حرام نظلمهم مرات عشان هيك هلأ بنرجع للاتصالك الجوزاء الفترة الأولى تراجع ومطبات ومواجهات وعليك الانتباه لسير أمورك احذر العلاقات الجديدة أو الدخول بمشاريع ممكن تكون مضطرة عليها فلابد من وجود أشخاص تستشيرهم وتأخذ رأيهم فترة حساسة تعيش فيها القلق ولابد من الدبلوماسية والهدوء عليك إنهاء كل الأعمال بشكل صحيح ما تأجل ما تأخر ما تعطي الأمور الخاصة فيك لا حدا أنه هو يكملها مش من مصلحتك والعشر أيام الأخيرة تنتهي كل المطبات وتعتبر هي الأفضل على كل المستويات العاطفة الفترة الأولى هي الأفضل يلا عنا اتصال هلو مرحبا ستراه أهلا وسهلا أهلا كيفك يا موسى موسى اسم الحركة بدل جواز الصفر سميح سميح ما في مشكلة أهلا وسهلا فيك يا سميح ويا موسى بدي أسألك نبيل صوالحة بقرب لك طبعا نبيل صوالحة هو والدي بيكون ولاد عم لأنني أنا أحضرت له مسلسلات وبحبه وأحضرت له فيه المسلسلات كابل خمسين سنة كابل ما تخرجي مظبوط مظبوط آه يعني مسيرته طويلة عمو نبيل في مسلسل إلو الأخرف والكلادة الخجبية خلص نسألك يا عن هذا المسلسل ونوصل له سلاماتك مع محمود أبو غريب آه آه مظبوط صح صح والله إنت عم تحكينا من فلسطين أحلى صباح لميشون يا سلام ميشون أنا تعبان في حياتي شو برجك؟ تاريخ ميلادك برج أنا سمعته الآن بس بدي أتأكد من الرقم والتاريخ 24-5-58 24-5 شكرا كتير يا موسى لاتصالك تحياتنا لإلك هلا الجوزاء ما أخذ من الثور كثير يعني أنت واقع بين البرجين وبدك تعرف شو البرج الصاعد إذا كان البرج الصاعد جدي رح يكون هو سبب تعبك الله يبعد عنك الشر ويبعد عنك التعب وتعيش حياتك سعادة بسعادة ولكن الجوزاء وبرج الثور اثنين هم رح يكون عندهم تحسن إن شاء الله يوم الأحد رح نحكي عن الاقتران التاريخي اللي عم بيأثر بشكل كثير كبير على الأبراج ولكن تأثيره إيجابي على برج الجوزاء وعلى برج الثور اللي رح ينتهي هذا التأثير بشهر أربعة سنة جاي فهاي الأربعة الشهور رح تكون مشمولة بالاقتران التاريخي ولكن بشكل عام الجوزاء هلا حكيت له أنه بس هل 21 يوم الأولى من من الشهر رح تكون فيها معاكسات فيها تراجع العشر أيام الأخيرة رح تكون ممتازة بسبب دخول المشتري على برج الجدي عم بيعطيك إيجابيات عالية ورح تضل معك لشهر أربعة بإذن الله عنا أريج على فيسبوك ميسون بدهت تعرف عن الدلو أيضا ميلان نحاس بده يعرف عن الدلو كتير كتير في طلب على الدلو رشا غنام كمان فيريت نحكي عن الدلو الفترة الأولى لثلاث أسابيع جيدة على كل المستويات خاصة بالعمل والمهنة ولكن ما تخلو من بعض المفاجآت السلبية هذا الشهر في مفاجآت خارجة عن المألوف بحياة برج جدل وقد تكون على المستوى الخاص أو العام وقعها رح يكون قوي عليك ولكن رح تتجاوزها مع العشر أيام الأخيرة من الشهر في مناقشات ومسائلات وأنت بحاجة أنك تحكي مع كثير من الأطراف لحتى توصل لنتائج بعد دراستها وتحليلها كون مستمع أكثر من متكلم بهذه الفترة عشان تتجاوز المشاكل بأقل الخسائر تتجاوز هذه الفترة بأقل الخسائر فترة حساسة وتفرض عليك بعض الأمور التي كنت ترفضها بالسابق عليك الحذر والانتباه لأدق التفاصيل والعشر أيام الأخيرة تعمل على حسم لكثير من الأمور وإنهاء لكثير من المطبات قد تتعب ولكن توصل لنتائج ممتازة والعاطفة العشر أيام الأخيرة هي الأفضل للقرارات العاطفية في عنا اتصال هلو صباح الوزد لساندريلا الساسة يا حبيبة تقلبي شكراً كثير لإلك مين معنا؟ حبيبتي أنا لبنى من عمان هاي لبنى كيفك؟ تمام حبيبتي سوأ أخبارك كثير منيحة أنا الحمد لله تفضلي ستبدأ عليكي وعلى ميسون يسأل صباحك حبيبتي أهلا وسهلا فيكي يا عمري بدي عشر أهدار وستة عشر ثلاث كلن على حدة كلن على حدة حاضر ستة عشر ثلاث وعشر أهدار عشر بالضبط شكراً لبنى حبيبتي بداية نحكي للعقرب ويريد يكون يوم الأحد كل اللي عندهم أي مشاكل أو تراجع يوم الأحد بدنا نحكي عن الاقتران التاريخي اللي رح تفهموا لكثير من الأمور وتتنقلب لكثير من الأمور معاكم العقرب دورة فلكية جديدة إيجابية عالية المستوى الجزء الأول يتحقق فيه لكثير من النجاح ويتخللوا بعض المطبات بما يخص المنافسين برج العقرب بدو ينتبه من إقراض الفلوس للناس إقراض بدون أي احتياطات لحتى تقدر ترجع هاي الأموال الأحداث تتوضح الصورة تتوضح قدامكم بالمؤامرات اللي رح تحصل بهذا الشهر فقط للثلاث أسابيع آخر عشر أيام رح تتوضح الأمور ورح تكتشفوا هذه المؤامرات وبنوصيكم أنه تكونوا هاديين دبلوماسيين ما تعصبوا ما تتوتروا لأن الأمور رح تقلب عليكم العشر أيام الأخيرة أيضا في كثير من الأشخاص رح تنكشف على حقيقتها فرح يكون عندكم غربلة بالعلاقات الاجتماعية الخاصة والعامة بعدها رح تشعر بالراحة والأمان العاطفة الفترة الثانية فترة عاطفية وعلى كل المستويات وهي جيدة للقرارات العاطفية للمرتبطين وغير المرتبطين كان بدها تسمع الحوت حرام نحكي بسرعة كتير للحوت بسرعة الحوت شهر جيد على كل المستويات الحوت من أكثر الأبراج المرتاحة بالسنة جاي بعد الجدي بعد السرطان أحداث متلاحقة وفيها بعض المطبات ولكن تتجاوزها فرص كبيرة بالعمل مخططات جديدة وصول للهدف العاشر أيام لأخير انتبه لصحتك وخذ استراحة حتى ما تتراجع عمورك العاطفة جزء الأول هو الأفضل نعم ميسون بدي أشكرك كتير وإن شاء الله بكرة بنرجع من التقي ومتابع حديثنا عن كل الأبراج أنا بدي أشكركم وأودعكم وأتمنى لكم بقي تنهار إن شاء الله بيكون جيد وممتع ومليء بالأخبار الجيدة للجميع واستنونا بكرة دائما عبرها وراديو رطانا وشاشة عمان تي في ساعة تسعة ونص برعاية أورنج شكرا للجميع